في مستهل زيارة خاصة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى مدينة حلبشا بحضور وزير التجارة للحكومة الاتحادية وجمع من المسؤولين الإداريين والسياسيين قام بوضع حجر الأساس لمشروع سايلو حلبشا مشروع سايلو حلبشا من المشاريع المهمة والاستراتيجية في القطاع الزراعي وهو مشروع حديث ومتطور تم الاستفادة من تصاميم الصوامع الأخرى لتفادي الأخطاء الموجودة في بنائها يتم إنشاؤه على مساحة 22 دونما بكلفة 27 مليار دينار ويتم إنجازه خلال سنتين ويضم عشرة مخازن لتخزين الحبوب مع إبقاء البنكرات الموجودة لاستلام محاصيل المزارعين وتبلغ سعته التخزينية 40 ألف طن ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة والأساسية يدعم الإنتاج المحلي ويوفر الجهد والوقت للمزارعين لتسويق محاصيلهم سيارة رئيس حكومة إقليم كردستان للمنطقة كانت إيجابية تضمنت تقديم مشاريع استراتيجية كبيرة وأتمنى الاستمرار في تقديم المشاريع لأهالي مدينة حلبشا وفى رئيس حكومة إقليم كردستان بوعده بتقديم المشاريع لأهالي محافظة حلبشا ونرى بأعيننا يقوم بتنفيذ مشاريع مهمة وزار المحافظة مرتين في مدة قصيرة وقدم فيها عدة مشاريع ضرورية واليوم قام بوضع حجر الأساس لسايلو نشكره ونتمنى له المزيد من التوفيق زيارة الرئيس حكومة إقليم كردستان إلى مدينة حلبشا وهي الثانية خلال العام الجاري تعبر عن الاهتمام الخاص لحكومة إقليم كردستان بهذه المدينة المتضررة جراء السياسات وجرائم النظام البائد بحقها لقناة زاقروس تيفي أمير سليم حلبشا ترجمة نانسي قنقر